معي أستاذ أمال تتفضل أزاك يا عم الشيخ الحمد لله عم الشيخ بقول لحضرتك يا عم الشيخ أنا معي ولدين ده معي ولدين كبار ويلد بي ما بيسمعوش نصيحتي وكوزي ميت ودايما يهنوني ويدربوني واشتموني لدرك اتشبت لهم البيت وخدت مكان إيجار لوحدي وديني يقعد أهوات ولا حول ولا قوة ولا عارف أدفع إيجار ولا عارف أأكل ولا عارف أشرب ولا يليني باهدليني ويقولوا لهم علي بقد الشرع عليكي محفوظة مكرمة محدش يعمل كده في أمه إلا واحد محتاج إن هو يشوف مدد ربنا لي وإن أنت سبب رحمته لو أن أكلمهم لو هم سمعيني دلوقتي فأنا أقول لهم شوية حاجات أقول لهم بصوا حضراتكم أنت والدتكم مهما حصل هي والدتكم وهي السبب في وجودكم وجودكم ده اللي أنت بتتطولوا بي واللي شايفينه وعمل لكم لو متعيش تقدروا تعقبوا أمكم لما تفتقروا تبقى محتاجة فتبنعوا عنه ربنا جعلها سبب أن أنتوا موجودين دلوقتي وربنا جعلها سبب أن أنتوا مرحمين دلوقتي ولذلك ربنا كلم الرحم فقال ألا يكفيكي أن أصل من وصلقي وأن أقطع من قطعقي عارف يعني إيه؟ تعرف الكلام ده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يبارك له في رزقي وأن ينسى ألا في عمره فليصل رحم أنت جاي الأصل الرحم اللي هي والدتك وتسيء إليها شوف في أباركة الرزق يحصل لها إيه؟ شوف في الراحة في الحياة يحصل لها إيه؟ إذا ماتت أم الإنسان وربنا يطول في عمرها مع حسن العمل وإن شاء الله السعادة يحصل يقول لها إيه؟ يقول ينادي منادي ماتت التي كنت ترحم من أجلها عايزين ما يحصل لكمش أذى في الدنيا وعايزين أصلا تكونوا بن قدمين سيبكم من سيبكم كمان ده من قبل ده عايزين تكونوا بن قدمين وتكونوا عبيد لله لأن أنتوا مرزوقين برزق الله أنتوا محدش فيكم لا بيصنع رزقه ولا بيصنع قدرته هتعمل فيكم إيه أمكم يعني؟ هتقول لكم كلمة وحشة هتقول لكم هتكلم زوجاتكم إيه يعني؟ تحملوا دود أمكم سبب رحمتكم الجنة تحت أقدمها الله سبحانه وتعالى جعل الخير فيها وقرن بالرهى وقرر أن أنت تحترمها وأن أنت تحطه في قلبك وفي عينك قرنوا بتوحيده وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا لاحظ أن الوالدين ديت مشتقة من الأمهات لأن الأم هي اللي ولدت الأب ما ولدش فهي المركز وهي الأساس وهي الرحمة وهي الخير وهي الجمال عايز تبقى جميل وأولدك هيحبوك إزاي؟ يعني أولدك أنتو أنتو الاتنين أولادكم لو عندكم أولاد يحبوكم إزاي؟ وأنتو شايفينكم بتعملوا كده في أموكم يبقى إذا نرجعوا إلى الله توبوا الآن توبوا الآن ولو أنتو سمعيني اتصلوا بيها وهي لما تفتئر واجب عليكم أن أنتو تنفقوا عليها واجب شرعا ولذلك إيه اللي بيحصل إحنا إزا كده؟ لا تُعطى للأصول والفروع ليه؟ لأنهما لو افتقروا بيبقى واجب علينا أن ننفق عليهم لأنهم يا فقيرة ومش قادرة تدفع أجر البيت ومش قادرة تأكل واجب عليكم أن أنتو تدفعوا له فاتقوا الله سبحانه وتعالى فيها واعلموا أن باب الرحمة مفتوح وباب التوبة مفتوح فيها الله سارعوا للإقبال على الله سبحانه وتعالى من الباب الأوسع باب رحمة الأمهات ترجمة نانسي قنقر